موسيقى شاهدين الكرام اهلا بكم في المسائية اطلالاتكم اليومية على ابرز الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة وفي فقراتنا الليلة نتابع بعد انتقادات لغض فرنسا ترفع عن اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في مصر مقابل تأمين مصالحها الاقتصادية والعسكرية الرئيس الفرنسي يلتق السيسي في القاهرة والسؤال هل كرست زيارة ماكرون صورة باريس الساعية وراء مصالحها وفقط ام حاولت تغيير الانطباع الاول واكدت ان العمل على السلامة والامن لا يمكن فصله عن حقوق الانسان فاذا كان هناك مجتمع مدني حي شامل فهو افضل حاجز ضد تطرف لازم نعترف ان احنا نكلم بانصاف ان احنا لسنا كاوروبا ولسنا كامريكا وضمن فقراتنا الليلة مباشر مع عبد الرازق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم في الجزائر حول قرار ترشحه للرئاسة وتساؤلات مطروحة حول اجواء السباق الانتخابي وفرص التغيير في البلاد فنحن ورئيس حركة عبد الرزاق مقري سيكون هو مرشح التوافق الوطني مرشح جمع كلمة الجزائريين مرشح البحث عن الحلول للجزائري وفي المسائية ايضا نتابع المقررة الاممية لحالات القتل خارج نطاق القضاء تبحث في انقرة قضية خاشقجي فالى اي مدى يمكن ان تؤثر هذه الخطوة على مجريات التحقيق وفي الشان الفلسطيني نتابع انطلاق حملة كلنا مريم لدعم صمود المرأة المقدسية في مواجهة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحقها هذه حكاية مريم المقدسية ترفض التهويد وتتحمل كلفته الباهضة كرامة للقدس لامنا وام النبي الاكرم كرامة للتاريخ ووفاء لانسانيتنا فالنطلق صرختنا بصوت واحد كلنا مريم ونختتم المسائية كالعادة مع فقرتنا الاسبوعية استاد مباشر فتفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد وأبدأ معكم لفقراتنا لهذه الليلة فبالتزامني مع انتقادات حقوقية لغض فرنسا ترفع عن حالة حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر مقابل تأمين مصالحها الاقتصادية والعسكرية ظهر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو القاهرة والتقى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال ماكرو أنه أبلغ السيسي أنه لا يمكن فصل الاستقرار والأمن عن حقوق الإنسان وكان ماكرو قد قال في تصريحات صحفية سابقة للمؤتمر أن حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ومن جانبه قال السيسي أنه يجب أن نظر إلى حقوق الإنسان في بلاده في صياق الاضطرابات الإقليمية والحرب ضد الإرهاب مضيفا أن حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا يجب قصرها في مصر على حرية الرأي وأشار السيسي إلى أن مصر لن تقوم بالمدونين ولكنها ستقوم بالعمل والجهد والمثابرة من أبنائها مؤكدا على أن المدونين يتحدثون بلغة بعيدة على الواقع أو عن الواقع الذي نعيشه على حد تعبيره بحثت مع الرئيس السيسي كل ما يتعلق بالسلام والأمن المستدام وأكدت أن العمل على السلامة والأمن لا يمكن فصله عن حقوق الإنسان فإذا كان هناك مجتمع مدني حي شامل فهو أفضل حاجز ضد تطرف لازم نعترف أن نحن نكلم بإنصاف أن نحن لسنا كأوروبا ولسنا كأمريكا نحن دولة أو منطقة لها خصوصيتها ولها طبيعتها الخاصة التي تتميز بها وتتسم بها وبالمناسبة التعدد والتنوع والاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي ما فيش حاجة حتبقى ما فيش دولة في العالم أو ما فيش ممكن يبقى فيه العالم كله ويسير على نهج واحد ويقول إنه هو ده النهج الأفضل والأمثل ما نقدرش نقول كده أنا عايز أقول لك في مصر هنا بيتخرج كل سنة مليون قول لي أشغالهم إزاي أنت جيت بتسألني بتقول لي عايز حق المدونين وأنا بسألك أشغل دول إزاي أجيب ليهم شغل منين مليون كل سنة منين أعمل إيه أنا مستعد أسمع منكم وأسمع نصيحكم بس أحد يقول لي أعمل إيه وأجيب منين أعمل إيه في المليون اللي بيتخرجوا كل سنة أعمل إيه في الاتنين ونص مليون اللي بيتولدوا كل سنة عايزين يخشوا مدرسة وعايزين يتعلموا كويس وعايزين يأكلوا كويس وعايزين يتعالجوا كويس حد يقول لي أعمل إيه حد يقول لي نحل المسائل دي إزاي أنا آسف أن أقول لكم أن الموضوعين بتتكلم لغة تانية خالص غير الواقع اللي إحنا بنعيشه أنا بتكلم ممتاز صراح إحنا ما عدناش حاجة نخجل لأن إحنا نقولها أبدا ولا نخاف منها أبدا إحنا بنقود بلدنا بالأمانة والشرف والعزة وينضم إلينا عبر الأكمار الاصطناعية مباشرة من باريس الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق دكتور محسوب رحب بك معنا اسمح لي أن أبدأ معك بما ذكره السيسي اليوم من مبرر عن غياب الديمقراطية ويعني ثقافة حقوق الإنسان في مصر أن مصر تختلف عن أوروبا وعن الدول الغربية بشكل عام في هذا السياق ويجب أن يراعي الجميع مثل هذه الاختلافات والتباينات ما رأيك؟ يا سيدي هذا هو منطق الاستبداد دائما الاستبداد ده أشخاص صغيرين مش بحجم الأمم ولا الدول اللي بيحكموها وبالتالي نجتهم في أن هم يقزموا هذه الأمة وهذه الدول عشان تبع على قد حجمهم مصر اللي بيقول عليها مش قد مش قد مزي دول أوروبا أوروبا كلها عملت تحالف ضخم جدا علشان يحصروا هذا المارض الذي خرج من 150 سنة ويعني توسع وبنى صناعات ضخمة جدا وعمل قفزات في مجال التقدم في مجال الترجمة في مجال العلوم الطبيعية أو الإنسانية في النواحي العسكرية وبقت امبراطورية ضخمة امبراطورية المصرية ثم بعد ذلك نشأ التحول دموقراطي مهم في الدولة المصرية قعد فترة خلى لا تقل عن 30 سنة خلى مصر ضمن الاقتصاديات المهمة في العالم خلى القاهرة أجمل مدينة في العالم في النص التاني من العشرينات على سبيل المثال خلى مصر وهي تحت احتلال انجليزي تمصر اقتصادها وتستطيع أن تنافس الاقتصاد الانجليزي وأن تنشأ مصر للطيران ومصر للغزل والنسيق وصناعات المصرية الهائلة واستوديو مصر وما شابه وبالتالي يا سيدي هذه أمة كبيرة إذا حكمها صغار فهم بيقزموها وبالتالي بيقولوا للغير احنا مزيكوا على العكس خلينا نقول احنا حتى مزي رواندا التي جرت فيها مجازر من 20 سنة رواندا على المصار الديمقراطي الآن مزي أسيوبيا أسيوبيا على المصار الديمقراطي الآن وأنت ترى السيد أبي أحمد يتحرك يمينا وشمالا بيمثل حكومة دموقراطية بيبني السد ومصر لا تستطيع تقف عاجزة لا يمكن أن تحمي حقوقها لنا دولة دموقراطية مزي إسرائيل إسرائيل انت شايفها كيف تحكم والنظام الذي يسودها إذا مصر زي مين هو عايز مصر زي قاع العالم في قاع العالم وهي في الحياة في كافة الأحصائية مصر يتقف في آخر القائمة لاستبداد هو اللي جابها الأرض في الحقيقة أيضا مما يبرر به السيسي فكرة يعني أن لا يجعل حقوق الإنسان وهذه الثقافة أولوية بيقولك لا أنا حافظت على مصر من حرب أهلية أنا وجهت خلال السنوات السابقة إرهاب ضخم ومتطرفين إدرنا نعف قدامهم وإدرنا نجابه ونحافظ على كيان هذه الدولة من الإرهاب والتطرف وأن لا نكون مثل كما يقول مثل سوريا والعراق إلى آخره يعني في الحقيقة هذا كذب صريح لأن الدولة المصرية أبدا عمرها كانت مهددة بحرب أهلية ودخلت في أزمات كثيرة والديمقراطية لا أزمات كثيرة وهو يتحدث أمام رئيس قادم من دولة دمقراطية عريقة هي دولة فرنسا وقادم من أزمة عنده أزمة أزمة دولة السطرات الصفراء وعنده مظاهرات تحاشدة هذه المظاهرات كان مالت في بعضها إلى عنف ومع ذلك لم يقتل واحد ولم يسقط دستور ولم يحدث أي إخلال بالنظام الدمقراطي ولا إخلال بحقوق الإنسان يا سيدي وبالتالي لا حقوق الإنسان بتؤخر الدول ولا بتغل إيديها في مواجهة الإرهاب على العكس هذا الاستبداد وهذا المنطق وهذا الحكم لمن يجهلون قيمة الدول اللي بيحكموها واللي بيؤدي إلى صناعة هذا الإرهاب يا سيدي أبل 3 سبعة ألفين وثلاثتاشر مصر لم تشهد إرهابا كان في عمليات إرهابية أما الآن فنحن نشهد إرهاب نحن نشهد إرهاب مستمر ومتصاعد وفي بقع عدة سواء في الدلتة سواء في القاهرة سواء في سيناء سواء في الفرفرة الحدود الشرقية الحدود الغربية مصر حددها أصبحت هشة بعد تلاتة سبعة ألفين وثلاثتاشر مصر كان عندها أزمة من أزمات الدموقراطية في ألفين وثلاثتاشر حكومة ينتقد أداءها ومعارضة صاخبة ومظاهرات تريد أن تريد الأفضل وتريد أن تقفز قفزة للأمام وليس للخلف فهو استغل هذه الأوضاع وقفز بمصر قفزة إلى القاع في الحياة ونحن نعاني من القاع في كافة المجالات خصوصا في الإرهاب مصر تعاني الإرهاب لأن مثل هذا يحكم هذا البلد العظيم خلينا دكتور طبعا فيما يخص تصحيح لقتل أحد عشر فرنسيا حتى كما قال الرئيس الفرنسي اليوم مكروفي مؤتمره الصحفي أثناء تظاهرات أصحاب السطرات الصفراء حتى أنه قال أنهم لم يقتلوا على يد الشرطة الفرنسية لكن أثناء الاحتجاجات لكن على أدحال دكتور اسمح لي هل فكرة هو قال ذلك بالفعل اسمح لي فكرة الأولويات هل من الممكن طبيعي نتيجة دولة تقول أنا أولوياتي الآن في مصر هي الصحة هي التعليم هي مثل هذه الأمور اللي يحتاجها الناس معاش الناس ببساطة شديدة قبل أن نفكر في مسألة ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية وتداول السلطة هل هذا منطقي ومقبول أم لا هي من الثقافة هي شرط ضروري حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية شرط ضروري عشان تحقيق حاجات الناس لأن اللي بيحقق حاجات الناس دولة لازم يكونوا على الفرازة لازم يكون الشعب مختارهم ما عجبهمش الشعب ما عجبوش دولة أربع سنين ويغيرهم ما عجبوش بعد أربع سنين يجيب غيرهم لحد ما كل العقول المصرية تكتهد في إزاي تعمل رخاة وتعمل تنمية وتستغل المقدرات البلد اللي بيحصل دلوقتي أنه في حد فاشل ومخه يعني وقدراته في الحقيقة غير قادرة على حكمها هذا البلد ومستمر في حكمها وبيقول لا ما نش هنتكلم عن حول الإنسان لأنه لو تكلمنا عن حول الإنسان البلد حبوز ومش هنعرف نأكل الناس ما أنت مش عارف تأكل الناس دلوقتي لكن خلينا نمشي مع هذا المنطق طيب هو عايز يهتم بالصحة والتعليم والتطور وما شابه طيب لماذا تستهدف المواد الدستورية التي تخصص جزء من الميزانية ميزانية الدولة المصرية للصحة والتعليم وللبحث العلم لماذا تستهدفها بالإسقاط أو المحو أو الإلغاء هو لا يهتم يا سيدي طيب لماذا تسلم الاقتصاد المصري إلى شركات سواء متعدد الجنسية دولية أجنبية أو سواء لدول في الحقيقة حجمها بسيط جدا بجانب الدولة المصرية ليس كل ثاري يستطيع أنه يتحكم في الاقتصاد المصري هو يمكن أن يمتصه زي دودة صغيرة يمكن أن تلتسق بجسم ضخم وتعتمص تتعيش عليه هو عايز يسلمنا لهذا الدود بهذه الطريقة طيب لماذا لا تهتم باستعادة الاستثمار تاني للدولة المصرية وتوفير الظروف والمناخات اللازمة للاستثمار سواء الاستثمار الداخلي أو الأجنبي لماذا لا تهتم بإعطاء حرية للقطاع الخاص في العمل في مجالات أوسع وتضيق عليه عن طريق إعطاء مؤسسة لها بالاقتصاد للسيطرة على الاقتصاد وهي المؤسسة العسكرية في الحقيقة هل هذا العمل اللي احنا شفناه على مدار خمس سنين سابقة يمكن أن يوفر للناس الأكل والشرب والصحة والتعليم على العكس الأكل والصحة والتعليم مس مساسا هائلا وضرب في مقتل في الأربع سنين ولو عدنا أربع سنين تانين سيتزداد المشكلة لأن يا سيدي نفس المقدمات لا تؤدي إلا لنفس النتائج نفس الأشخاص لن يؤدوا إلا لنفس النتائج ميزة الدموقراطية أنه مثل هذا الذي فشل في الأربع سنوات لو كنا في حالة دموقراطية الشعب هيتحمل فشل الأربع سنوات وبعدين يقول له مع السلامة تبتمن سلتب مع السلامة ونجيب غيرك لكن هو بيقول له لا مش هتجيب غيري أنا أعيد لك البعض شايف زيارة ماكرون للقاهرة هو دعم للسيسي حتى ولو ماكرون كان قد انتقد فكرة حقوق الإنسان في مصر وقال في تصريحات صحفية قبل المؤتمر صحفي أن مصر يعني في عهد السيسي أو حقوق الإنسان في مصر الآن هي أسوأ حتى من عهد حسني مبارك لكن في النهاية تصب هذه الزيارة في مصلحة السيسي وفي دعم شرعية السيسي كرئيس لمصر ما رأيك؟ شوف الشرعية لا تستمد إلا من الشعوب والشعوب الشرعية تعطيها بالرضا وليس بالغصب دولة المصرية تحكم بالغصب وليس بالرضا ومن ثم ما فيه الشرعية في دولة واقع وفي سلطة واقع وهذه سلطة الواقع العالم يتعامل معها هذا العالم ليس عالم من الملائكة وإنما عالم من المصالح ومن ثم لا يمكن لا لمكرون ولا لرئيس أي دولة في الحياة كبرى أو متوسطة أو حتى صغرى لا يمكن أن أنت تقوله أن فيه حاكم في مصر ممكن أن يعقد معك صفقات بالمليارات دون أن يحاسب ودون أن يراجعه البرلمان ودون أن يقدم شرحا لشعبه ومحدش هيقولك أنت بتعمل ليه ولا بسويه يقولك لا أصلا أنا مش هروح عشان حقوق الإنسان أنت بتتحدث كده في عالم ملائكي غير موجود في مصالح وفي أموال ستتدفق من الدولة المصرية لصالح شركات فرنسية ومن ثم يعني الرئيس ماكرون أو أي رئيس فيما كان وقبله في الحقيقة كان الرئيس هولند راح برضو في مشروع قناة السويس وحضر افتتاحه هو يبقى مخطئ في الحقيقة إذا لم ينتهز هذه الفرصة لعقد مثل هذه الصفقات ده مش معنا أنه هو على صواب إحنا بندعو أنه فرنسا يجب أنه تهتم وتنظر لنفسها أنه المصالح البعيدة لفرنسا أهم في الحقيقة وأنا برضو مش عايز أدي حد يعني درسا في مصالحه ودرسا زي ما هو مش عايز يدي درس في حول الإنسان لكن المصالح البعيدة المدى هي عندما تكون بجانب الشعوب والشعب المصري لما صار في صورة يناير من ست سنين ولا من سبع سنين ولا من ثمان سنين هذه الثورة مش معناها أنها انتهت خلاص عشان حصل انقلاب لا يا سيدي هذا الشعب ذاق الحرية وقد يعاود حط السيناريو وقد يعاود مرة أخرى فيجب أن تترك أثرا حسنا لديه حتى نحافظ سويا على العلاقات الطيبة ما بين مصر وفرنسا ومصر وأوروبا كلها تمام دكتور بصراحة البعض يرى أن تعامل حتى أنت قلت الآن أن تعامل رؤساء الدول الغربية والكبرى مع السيسي أمر واقعي لا يستطيع أحد أن يتجاوزه خصوصا في ضوء مسائل المصالح الاقتصادية إلى أخيره لكن في نفس الوقت عبدالفتاح السيسي لا أحد ينكر أنه هو الرجل القوي في مصر الآن أنه يبدو حتى هذه اللحظة أنه لا يوجد بديل لعبدالفتاح السيسي إذا ترك الحكم غدا الرجل بشكل أو بآخر يمنع تدفق الهجرة الشرعية عبر مصر إلى أوروبا وبالتالي طبيعي أن يكون هناك له دعم مفتوح من قبل الدول الغربية ما رأيك لا أشوف يعني هذا باطل يجري الباسه بالباطل أيضا لأنه الحقيقة أنه كون الرجل القوي هذا أمر آخر لأنه الغرب تعود أن يتعامل مع الجيش المصري بقاله فترة ومن ثم اللي بيعمل اتفاقات مع الجيش أو بيحاول أن يقدم نفسه ممثلا للجيش فبيعتبره هو الرجل القوي إذا يعني بهذا المنطق يمكن أن نتجاوز عن هذا المعنى لكن إنه مالوش بديل هذا أمر مضحك يا سيدي يعني هذا هو المستوى الموجود في الدولة المصرية تبقى كارثة للدولة المصرية يبقى احنا بعد مائة سنة لن يكون هناك وجود للدولة المصرية لكن هذا غير حقيقي لأن الدولة المصرية مليئة بالبدائل والبدائل يحتاج إلى دموقراطية لأنه من اللي يقول ده بديل ينفع ولا ما ينفعش هو الشعب المصر الذي يجب أن يختار إذا سدت أمامه أبواب الاختيار فما تقول ليش أصلا ما فيش بديل وبعدين كل اللي موجودين في السجون دولة مش بدائل ده موجود رئيس جمهورية سابق ألم يكن بديلا موجود مرشحين حازوا على ملايين الأصوال زي دكتورة أبو الفتوح في المعتقل ألم يكن بديلا موجود مرشحين رشحوا أنفسهم لمنافسة الموجود في السلطة ومع ذلك دخل السجون ألم يكن بدلاء إذا كان هذا يدعي أنه يمثل الجيش في موجود داخل المعتقل رئيس أرجاني الجيش السابق في يعني رهن الإقامة الجبرية واحد كان حصل على الدور الثاني في انتخابات النزيه وأعلن الترشح وكان مؤهلا أن يدخل في المنافسة الرئاسية ومن ثم البدائل كثيرة لكن عشان نكون منصفين نسمي الأمور بتسميتها الاستبداد لا يترك مجالا لأي بدائل فين الفرصة عشان يبقى في بدائل لازم يبقى في انتخابات نزيهة لازم يبقى في حرية ترشح وحرية تواصل مع الشعب وقدرة على المخطبة الشعب من خاطب الشعب في هذه الخمس سنوات ونجى من قضة من يحكم السلطة الآن فبالتالي لا يمكن القول أنه لا يوجد في الإمكان أفضل من مكان هذا كذب صريح الحاجة التانية صحيح يعني خليني أنبه لمنقطة دي وهي جذوبة كبرى أنه هو اللي بيحمي جنوب أوروبا من الهجرات الهجرة غير الشرعية شوف يا سيدي الهجرة الشرعية مصدرها الفقر وعدم الاستقرار والاستبداد والظلم الاجتماعي والظلم السياسي كل هذا لا يأتي به إلا الاستبداد يعني لو ما كانش في استبداد في مصر ما كانش يبقى فيه هجرة لو ما كانش في استبداد في أفريقيا ما كانش يبقى فيه هجرة مصر كانت تتلقى الهجرة لما كان فيها دموقراطية وبالتالي الهجرة التي تحدث سوء الإدارة ودارة النظام العالمي والنظام الإقليمي والرضى الرضى اللي بيمنحوا لهذه الدكتاتوريات وأنا عايز أنبه لمصر أنه الحقيقة أنه الغرب الفكر التقليدي للغربي وما كنت أتمنى للرئيس ماكرون أنه يقع في هذا الفخ الفكر التقليدي في تناول المسألة المصرية أو الحالة في العالم العربي عموما أنه فيه ثلاث لقات بقالها 150 سنة لا لجيش قوي في مصر لا لاقتصاد مستقل لا لديمقراطية لأن الدمقراطية هي اللي بتضمن الحاجات التانية الكلام ده كان في العصر الاستعماري لما كانوا بيحطوا قيود وهي موضوعة من اتفاقية 1840 حتى اليوم في الحياة قيود على قدرة الشعق الجيش المصري على التسليح وليقول لك الجيش المصري أصل هو أفضل جيش في العالم أو رقم 11 أو لقم 10 أو رقم الناس بتضحك على نفسها لأنه في الحقيقة قدرات الجيش المصري مقيدة محددة وفقا مش فقط الأعداد حتى الأعداد محصورة ومحددة وإنما أيضا القدرة النيرانية عندك قدرة نيرانية لا يمكن أن تتجاوزها في قيود على الجيش المصري في التسليح وفي خيره في قيود على الاقتصاد المصري أن يستقل لأنهم يرون أن الدولة المصرية مارد عندما استقلت استطاعت أن تتمدت شمالا وجنوبا وفي المنطقة وبقت منافس للغرب ومن ثم هذه المنافسة شايفنا خطر هذا فكر تقليدي الآن كثيرون من الباحثين ومراكز الأبحاث في الغرب أدركوا حقيقة أن مصر ديمقراطية هو أفضل شرط الاستقرار في المنطقة ولمنع الهجرة ولحماية المصالح المشتركة بشرط أن تقبل أن مصر تبقى منافسة لك مش تابع لك نعم الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجال السينيابية كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من باريس أشكرك شكرا جزيلا شاهدين الكرام وخلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الفرنسي مانويل مكرو شدد السيسي على أن قوات الشرطة لا تتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة ولا بالقوة مضيفا أنه لا يمكن استخدام المدرعات ضد المتظاهرين وأن حق التظاهر يكفله الدستور والقانون وأضاف السيسي أنه مستعد للتخلي عن موقعه فورا إذا رفض الرأي العام في مصر وجوده الشرطة لا تقوم بالتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة والقوة لازم تكون أعرف كده لأنه برضو التظاهر هنا في مصر ده حق بيكفله الدستور والقانون ونحن ما نقدرش نمنعه نحن نقول أن نطلب الناس أنه لو فيه تظاهر يبقى تظاهر في إطار القواعد المنظمة لهذا التظاهر دي نقطة نقطة تانية أنا أكد لك أن لم تستخدم أي مدرعات مش بس مدرعات تم امددنا بها من فرنسا في قامع متظاهرين ده أمر مهم أو أن أنتوا تبقوا عارفين منه نحن نتكلم خلي بالك على فترة من 2011 لغاية النهاردة في فترة منهم كانت الفوضى هي السائدة في مصر في 2011 كله و12 وجزء من 13 وأرجو أن نفتكر ده كويس قوي ولكن حتى لو كان فيه تعامل معها حتى العناصر اللي هي المتشددة والإرهابية ما كانت بيتم التعامل معها لا يمكن يستخدم السلاح ضد مواطن أعزل إلا إذا كان المواطن ده بيقوم برفع السلاح واستخدامه وأظن دي قواعد الاشتماك اللي موجودة في الدول كلها أنا بكلمة كلام برضو مش مش قلمة دبلوماسي رد السياسي كده عشان إحنا موجودين لا لكن إحنا بنستخدم السلاح فقط ضد عناصر إرهابية متطرفة والاستكمال هذا النقاش ينضم إلينا عبر سكايب مباشرة من إسطنبول الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية دكتور عصام رحب بك معنا حقيقة دعني أبدأ من نقطة أن السيسي مستعد أن يترك حكم مصر الآن وفورا إذا رفضه الرأي العام كما جاء في المؤتمر الصحفي مع مكرو هل تعتقد أن هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم التحية لحضرتك والتحية لكل مشاهدين أعتقد أن هذا غير صحيح بالمطلق لعدة اعتبارات أساسية لأن السيسي سبق وقال بعد القلاب في يوليو 2013 أنه ليس طامعا في سلطة ولا يسعى إلى الوصول إلى السلطة وكذب في ذلك وقام بترشيح نفسه السيسي أيضا عندما قام به إجراء انتخابات مصرحية في 2014 ثم في 2018 منع المرشحين من الوصول إلى هذه العملية وفقط قبلة بمن يمكن أن يكون ديكورا لإتمام عملية شكلية ثلاثة السيسي أيضا عندما أعلن أن هناك توجهات الآن لتعديل الدستور الذي يوضعه في 2014 بحيث يتم استمح له إما بتمديد فترة رئاساته أو بفتح هذه الفترات بحيث يبقى على الحق على رأس السلطة في مصر طوال حياته هذا جانب عندما يتحدث عبد الفتاح السيسي عن الرأي العام وأنه إذا كان هناك رأي عام يصالب بذلك فأعتقد أنه لو أتيح المجال للرأي العام للتعبير لقال ذلك ولكن عندما تتحدث عن حجب أربعة أكثر من 450 موقع الإلكتروني في مصر عندما تتحدث عن ميادين يمنع الاقتراب منها في مصر عندما تتحدث عن ما تعرض لها المصريون في مظاهرات سلمية ليس ضد عبد الفتاح السيسي ولكن ضد التنازل عن إيران وصنفير في أبريل 2016 فكل هذه مؤشرات وممارسات على الأرض تؤكد أن كل ما يقال عن تخليها أو استعداد للتخلي على السلطة نوعا من التضليل السياسي نوعا من الكاذب الممنهج الذي يدعب عليها في المتاح السيسي ولكن الحقيقة تصحيح يا دكتور وأنت أدر مني أن السيسي لم يعلن بشكل واضح أو صريح أو مباشر أنه سيقوم بتعديل الدستور للبقاء في السلطة عفوا حبيبي عفوا أستاذ أحمد الأمر مرتبط بدرجة أساسية بتوجهات أو ممارسات يتم التمهيد لها الآن ومن خلال بعض الدعاء وبعض البيانات التي يتم أيضا التمهيد لها داخل البرلمان المصري السيسي لم يعلن لأنه في النهاية السيسي لم يعلن أنه سيقوم بالتعديل ولكن في النهاية كل الأمور تدار بإطار أن هناك من يتبنى هذا بتوجيه من الأجهزة الأمنية والمخابراتية أو من أجنحة المؤسسة العسكرية داخل البرلمان الذين جاء بهم لتنفيذ مثل هذه القرارات في مثل هذه الوقتات طيب أنا عايز أعود لفرنسا لمكرو البعض بيقول أن حتى الانتقادات التي وجهت من قبل مكرو لمسألة حقوق الإنسان في مصر للسيسي والنظام هي مجرد ما سحيق على الوجه الرجل في النهاية جاء ليبرم صفقات وقام بإبراميا وبالتالي في النهاية كالعادة على فكرة أو قدم فكرة المصالح على القيم وإلى أخير مسألة حقوق الإنسان ما رأيك في هذا الكلام؟ أنا أتفق مع هذا الطرح تماما لأن عندما نتحدث عن فرنسا ومصر أعتقد أن هناك مجموعة من القضايا الاستراتيجية شريدة الارتباط بين الدولتين أنت تتحدث كما أشرت في الجزء السابق مع الدكتور محمد محسوب إلى قضية الهجر غير الشرعي والتي يقدم عبد الفتاح السيسي نفسه أنه الحامي لجنوب البحر المتوسط أن تتحدث أيضا عن قضية شريدة الأهمية وهي الدور الفرنسي في الأزمة الليبية والأطماع الفرنسية أو المصالح الاستراتيجية لفرنسا في ليبيا والتي يمكن أن تتعزز في حال ترتيب الأوضاع بين عبد الفتاح السيسي وخليفة حفظ هذا الجانب الجانب الثالث أن تتحدث عن علاقات شريدة الأهمية والاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا والإمارات هي الحليف الاستراتيجي الأول لبقاء والممول الأول عبد الفتاح السيسي وهي أيضا صاحبة الدور الأكبر في تمويل عدد كبير من صفقات السلاح التي تتم بين فرنسا أو المشروعات الاستثمارية التي تتم بين فرنسا والنظام المصري وبالتالي فرنسا لدرجة أنه تم إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية في الإمارات وبالتالي هذه السلسية شديدة الأهمية أيضا ما يتم تصديره من فزاعة كبرى يناور به عبد الفتاح السيسي في مواجهة الأطراف الأقليمية والدولية وهي قضية مواجهة الإرهاب المزعوم في مصر. كل هذه الأمور أعتقد أنها تؤجد في النهاية إلى أن الأولوية في السياسة الخارجية الفرنسية هو المصالح الاستراتيجي عندما يتم الحديث عن حقوق الإنسان وفتحه كملف في الغالب يكون هذه الأوراق ورقة من أوراق المناورة السياسية أو لغة من أوراق الخطاب المحلي من جانب ماكرون في مواجهة منظمات الحقوقية الغربية بالدرجة الأولى والفرنسية بالدرجة الثانية التي يمكن أن تشكل نوعا من أنواع الضغط السياسي في مواجهة مواجهة. تقع معي دكتور ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الاصنعية مباشرة من باريس. دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس دكتور خطار أرحب بك معنا. يعني ضيفي الحالي أو ضيفي السابق تحدث بشكل أو بآخر على أن فكرة دعم المستبدين في العالم العربية من قبل الدول الكبرى. سألان كانت فرنسا أو أمريكا هو في النهاية لن يأتي بخير لهذه الدول. ستحدث الانفجارات كما حدثت في ليبيا في اليمن حتى في مصر أو في العراق. وبالتالي الجميع لن يكون رابح في النهاية. ما رأيك في هذا الكلام؟ أحييكم وأحيي فريق العمل ومحاوريك الكرام وكل من يتابعنا. يعني في مسألة سلم القيم ومسائل الديمقراطية في الماضي مثلا كان بنى الحرب الباردة. الدول الغربية ترفع الصوت عاليا فيما تسميها القيم العالمية. ولكنها لا تذهب بعيدا. وحتى مع الصين بما أن الصين دولة قوية ولها مفاهيمها في القيم تتكلم بصوت منخفض. والآن كان هناك نظرية سائدة خاصة عند الأمريكيين. أن الاستقرار المخادع كما سموه يوما المحافظين الجدد هو أفضل وسيلة. وهكذا تبقى الأنظمة إن كانت عسكرية أو أنظمة قوية أو أنظمة سلطوية تبقى مكانها. بعد إذن اخترعوا نظريات أخرى وتكلموا عن التغيير. وعند الاختبار حسب مجيء نوعيات التغيير لم يكن ذلك ليلائم هذا أو ذاك. أتت روسيا دقلت على الخط وعلينا أن لا ننسى روسيا. الآن نتكلم عن مصر. لكن هناك السودان الذي يشتعل. ولا أحد يتكلم عن السودان. لا أحد يجرأ عن تكلم على السودان من كل المحاول والمعسكرات. لأن هناك كما بالنسبة لسوريا نوع من التعطيل للكلام. الأهم الآن أن فرنسا بالذات لم تدخل هذه اللعبة. يعني لم تدخل اللعبة. هي في موضوع تونس كانت متريثة. في ليبيا انطلقت في عملية الناتو. ولكن من يزن الوزن الأساسي هو الوزن الأمريكي. وبعد يزن الوزن الروسي. الوزن الأوروبي أصبح وزن أخف. الآن في هذا الموضوع بالذات في هذا الموضوع بالذات. المسألة هي الآتية. هذه الدول حائرة. لأنها نعم عندها الاستقرار. عندها ما يسمى مكافحة الإرهاب. عندها حقوق الإنسان. ومن هنا نعم هي تقع في تناقضات. في سل قيمها. لأنها هي حتى غير مستقرة. يعني إذا تكلم مكرون كثير عن حقوق الإنسان. سيأتي من يقول له ما تتفعل بعض سطرات الصفراء في فرنسا. إذن الموضوع أصبح موضوعا صعبا معقدا. ولا يطال دولة بعينها. بل يطال الكثير والكثير من الدول. لكن دكتور خطار. في المحصلة النهائية. أما أكدت ثورات الربيع العربية. أو الثورات في البلدان العربية. أن فكرة دعم المستبدين. تقديم مصالح الدول الآنية على القيم عن الديمقراطية. عن حقوق الإنسان. في النهاية سيفضي إلى انفجارات. بشكل أو بآخر ستصل إلى الدول الغربية. وهذا ما نراه الآن. المشكلة يا صديق العزيز. أن الناس عندنا الشعوب عندنا صدقت أن هذه الدول مهتمة بالقيم. ومهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان. ومهتمة بالديمقراطية. حقيقة الأمر. الوقعية السياسية هي على الشكل الآتي. هي مصالح وموازين قوة. ومن يقول لك غير ذلك هو يحاول أن يوهم. لأنه في السياسة ليس هناك من هدايا إطلاقا. ومن هنا تم تحت عنوين التغيير. يعني الربيع العربي كان مسألة نظيفة عندما كان غير إيديولوجي. عندما كان من أجل الحرية والكرامة والعدالة. عندما ركبته قوة إيديولوجية من جهة. وقوة ثورة مضادة من جهة أخرى. تحول إلى لعبة عالمية إقليمية دولية معقدة. وأتى المحظور وسقط. لأن القوة التي حملت هذا التغيير لم تكن قادرة على أن تخرج من ثيابها. هناك قوة نجحت في أن تثبت جدرتها. في تونس مثلا. نجح من يثبت جدرته في إيجاد وصفة من أجل الشراكة بين كل القوة المؤمنة بالحد الأدنى من التغيير. حتى الآن يمكننا القول أن التجربة التونسية كانت التجربة الرائدة. إذن العامل الذاتي مهم جدا في الموضوع. مع الأسف العامل الذاتي زائد الصراعات الإقليمية والدولية. ولعبة المحاور. كل هذا ضيع الموضوع. الدول الكبرى نعم تتحمل المسؤولية. لأنها متورطة في الموضوع. ولأنها هي في قلب الموضوع. ولأنها نعم في النهاية هي من خلال مصلحها. إذا كانت مصلحتها مع التغيير. تلعب لعبة التغيير تحت عنوين وتغلف ذلك. ولكن في حقيقة الأمر تعود إلى مصلحتها العليا. طيب طالما أن فرنسا كبقية الدول الكبرى تسعى إلى المصلحة. لماذا يتحدث ماكرون اليوم على أن حقوق الإنسان في مصر الآن في عهد السيسيية. حتى أسوأ مما كانت عليه في عهد حسني مباركة. لماذا يتحدث في مثل هذه الأمور؟ طالما أنه في النهاية سيوقع اتفاقات اقتصادية. بالطبع. هنا ماكرون يتوجه إلى الرأي العام الفرنسي. حتى لا ينتقد. حتى لا يقول له هذا أو ذاك. لماذا تتغاضى عن حقوق الإنسان؟ ولكن عندما كان أمس مع الصحافة الفرنسية ومع الفرنسيين في القاهرة. قال لهم اسمعوني جيدا. إذا تركت أنا مصر أتركها لروسيا والصين. هل تريدون ذلك؟ هذا نفس كلام ترامب عندما تكلم عن المملكة العربية السعودية. قال إذا تخليت عن المملكة العربية السعودية تأتي روسيا والصين. إذن هذا يؤكد ما قلته سابقا. إن الأهم بالنسبة لهذه الدول. الدول هي وحوش باردة. ما يهمها هو مصلحتها العليا. ولذلك نعم الخطاب حقوق الإنسان. خطاب القيم. كل هذه الخطابات هي للتسويق من أجل تغليف السياسات. ولكن في حقيقة الأمر الواقع مرها كذا. ومن لا يتكل على نفسه. ومن لن يحاول إيجاد إنموذج للتغيير يتلاءم مع بلاده. يتلاءم مع طقاته. محقوق الإنسان فيه. أنا ما يهمني أكثر شيء هو في كل هذه الدول. هو حكم القانون. الرئيس السيسي مثلا قال أن الشعب المصري هو الذي يقيم. جيد جدا. وأنا أعتقد أنه في نهاية المطاف أعتقد نعم أن الشعب المصري هو الذي سيقيم. كيف يعني. عفوا يا دكتور وقت انتاء. لكن كيف تعتقد أن الشعب المصري سيقيم في النهاية. وهو لا يستطيع حتى أن يدخل في عمليات انتخابات صفيحة. 60 ألف معتقل في السجون والمعتقلات. حتى الآن. نعم بالزبط. حتى الآن أنا معك. حتى الآن أنا معك. يمكن أن نتكلم هكذا. لنقل في مصر المعادلة كانت الديمقراطية مصادرة. كما يقول من أتى بتحول شهر يوليو تموز 2013. مقابل إنقاذ الدولة. نسلم جدلا بذلك. لكن في نهاية المطاف. هذا الخطاب ساد منذ أيام السادات ومبارك. حتى وصلنا إلى 25 يناير. على فكرة كان هناك في 25 يناير في فرنسا احتفال كبير بمناسبة 25 يناير. أي أن فرنسا توازن بين حقودها الاقتصادية ودعمها للنظام. وفتح أبوابها أمام المعارضة المصرية. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خطار أبو دياب. أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس. كنت معي عبر الأقمار الصناعية. دكتور عصام. لو في إجابة مختصرة أو رد على ما ذكره ضيف باريس من أن هناك في النهاية التعامل بواقعية سياسية. وهو يعني ما تتقدم بفرنسا وأمريكا وكل الدول الغربية فيما يخص نصر. ما رأيه؟ أنا أتفق تماما مع ما ذهب عليه الدكتور خطار. لأن في النهاية أنت تتحدث مع دول. والدول يهما بالدرجة الأولى المصالح الاستراتيجية التي تتحرك من أجلها وتدافع عليها. حديث المصالح وحديث القيم والمبادئ يرتبط بدرجة أساسية بدرجة توفقها أو تعارضها في كثير من الحالات مع هذه المصالح. بمعنى عندما تتحرك فرنسا أو تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية في أنها تتحرك على جنحين. القيم والمبادئ من نحية والمصالح من نحية. ولكن في حالة إذا ما تعرض الجنحان تسقط المبادئ وتسقط القيم. كما ذكر الدكتور خطار ماكرون أكد على نفس ما ذهب إليه ترامب عندما قال أنه لو تركنا مصر ستذهب إلى روسيا وستذهب إلى الصين. وفرنسا عندما تدخلت في ليبيا بقيادة عمليات النية في 2012 كان أحد الأهداف الاستراتيجية هو التخلص من التمجد الصيني في شمال إفرق وبالتالي أن تتحدث عن مجموعة من المصالح الاستراتيجية التي تهمه بالدرجة الأولى هذه الدولة. اللوم في هذه الحالة ليس على ماكرون أو ترامب أو غيرهما. لأنه جاء وفق برنامج انتخابي مرتبط ما يلتزم بتنفيذه أمام شعبه. وهذا البرنامج الانتخابي يرتبط بدرجة أساسية ليس بالقيمة التي تتبنىها فرنسا. ولكن بطبيعة المصالح التي يحققها في السياسات الخارجية أو لمواطنية في الداخل. طيب. يعني أشكرك شكرا جزيلا. الدكتور عصام عبد الشافي. أستاذ العلوم السياسية. كنت معي عبر سكيب من إسطنبول.